مثلاً جاي دلوقتي عيد الشرطة معا عيد صورة 25 يناير معا خميس وجمعة يعني نهدي الدنيا 4-5 ايام كده لغاية من الناس اللي عيد تخف وتعرف ترجع شغلها تاني الموضوع اللي قدامنا الأعراض فيه ليست كبيرة والمكوس في البيت قليل يعني العلاج في البيت قليل فالناس ممكن تتعالج وترجع بسرعة برة قرروا إنه المدرسين ترجع بعد خمس ايام قالوا يعني خمس ايام وارجع في انجلترا عملوا كده مش سبعة قالوا انت جالك ومايكرون امتى كده حط عليهم خمس ايام وارجع انت بعد كده مش موعدين من غير بي سي اور من غير أي حاجة ارجع الشغل علشان يعرفوا يكملوا انا لست متخصصا ولا اعرف ماذا يحدث ولكن بقول اننا لا نريد الاغلاق ولكننا نريد انه في بعض المصالح وبعض الاماكن تهدى اللي اختلاط فيها يقل يعني مثلا وزارة من الوزارات اللي فيها مثلا المبنى فيه خمس ست تلاف بني ادم مبنى ماسفيرو ده اللي فيه خمسة وعشرين الف بني ادم انت متخيل ايه اللي ممكن يجرى في الامايكرون لا لعيب فيهم ولا لعيب في ماسفيرو ولا لعيب انه هم خمسة وعشرين الف او تلاتين الف خالص العيب مش في حد من دول هو العيب في الوبا العيب في الامايكرون العيب في انه فيه شيء ظهر سريع الانتشار فانا بس بدق نقوس الخطر يا جماعة علشان نلقى حد يساعد حد نلقى طباء نلقى زباط شرطة نلقى ناس بتشتغل في المصالح الحكومية نلقى ناس تشتغل في مرافق المياه نلقى ناس تشتغل في مرافق الكهرباء الموظف اللي بيعي مش هينزل او الاسوأ انه هينزل ويخلص لك على المؤسسة كلها انا بقول لقولي الامر اللي هم العلماء اللي هم وزارة الصحة اللي هم مسؤولين اللي هو لجنة الازمة برئاسة معالي رئيس الوزراء ان يروا حلا احنا محتاجين البلد تهدى خمس ست ايام تهدى بس ما يبقاش فيه مصالح حكومية على بعضهم كربسة مدارس من كربسة عندنا اجازة يومين ثلاثة نحط معهم يومين ثلاثة فيبقى اربع خمس ايام تهدأ الامور شوية ده اقتراح جايزي عندكم اقتراح افضل ولكن انا لا ادعو الى اغلاق الحياة الاقتصادية نقدر نشيل بعض ونقدر نتصرف يبدو ان الاجراءات الاحترازية ويبدو ان الكمامة ويبدو ان غسيل اليدين ويبدو ان التطعيم كل هذه الاشياء بتساعد ولكن مع الامايكرون الانتشار مرعب لو سمحتم شوفولنا حل لانه ابتدت ناس كتير عندها شركات كبيرة تسرخ وتصوت انا ما عنديش عمالة انا النهاردة قسم المالي بتاعي مجاش انا النهاردة قسم مثلا الاتش ار مجاش انا مدارس في مدارس نهاردة يجي يقولك ايه طيب بقنا اونلاين تيجي اونلاين فين مدرسة الكذا والله ما جاتش عندها كورونا فين مدرسة الكذا لا والله فين مدرسة العربي لا ما جاء عنده كورونا حتى الانلاين لانهو المدرس نفسه مش موجود المدرس نفسه عنده كورونا وانت لا تستطيع ان تجبر احدا يعني مثلا في اي حاجة تانية والله ايدي بتوجعني اربطها وتعال عندي مغس خد فلاجيل وتعال عندي صداع خد بنادول وتعال انما عندي شوية برد على فكرة ما بقاش فيه زار دلوقتي اي حد يقولي ايه يقولي انا بس منخيني ما تديش